موسيقى بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وآله وصحبه ومن ولا اللهم اشرح صدورنا واغفر ذنوبنا واستر عيوبنا واجمعنا على الخير في الدنيا والآخرة اهدنا فيمن هديت وعافنا فيمن عفيت وتولنا فيمن توليت وبارك لنا فيما أعطيت وصل اللهم على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم ترك لنا فيما ترك رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم من المحجة البيضاء ترك وصف الجنة وأنها فيها نعيم وأتوا به متشابهة فطرى شيئا فطرى هو دلموز أيوة التفاحة أنا عرفه وهكذا فإذا تذوقته رأيت شيئا آخر فيها ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر وإنما الكلام الرباني في وصفها تقريب للحال وليس بيان للحقيقة فخمرها لا غول فيها يعني لا تغتال العقل يبقى عاملة زي عصير العنب ما فيهاش غول لا فيها غول لابنوها ما فيش حاجة بقى اسمه كامل الدسم وعديم الدسم وبتاعه أبدا ولا يرفع المغنيسيوم ولا مش عارف الكالسيوم أبدا الكلام ده ده حاجة تانية حاجة شيء لم يخطر على قلب بشر يطوف عليه ملدان مخلدون بأكواب وأباريقة وكأس من معين تيجي تشرب المية تليها حاجة تانية ما شربتاش أبدا ولا عرفت المية معناها إيه إلا في هذا المقام الأكل والشرب واللبس السندس بقى والمرجان والبتاع والطينة مسك الحجر المزات كلها الأصر بتاعك طوبة فضة طوبة دهب طوبة ألماز طوبة مرجان طوبة كوبلت يعني شوية كده حاجة فخيمة وبعدين ما فيش موت يؤتى بالموت يوم القيامة بين الجنة والنار بعض الناس ما تدخل الجنة ونتدخل النار ويذبح في هيئة كبش ويقول يا أهل النار خلود لا موت بعده يا أهل الجنة خلود لا موت بعده يعني بعدين مش راضي تجبر احنا هنا في الأرض عدينا مئة ألف سنة وانت زي ما انت خلاص يبقى اذا انت خرجت عن حد الزمان والخروج عن حد الزمان ده معناته ايه؟ معناته انه ليس هناك تغير قابل للحسبة ما فيش حاجة قابلة للحسبة ولذلك مش هتزهق بعض الناس يقولك الله يعني طب ما نزهق كده لغاية ما قالوا جنة ما فيهاش ناس ما تنداس يعني عايز الناس ومش عايز الجنة مش واخد باله انه اصلا بقاءك في الجنة الاجيال المتتالية والاحقاب الكثيرة كلها من غير زمن ولذلك انت وكأنك قد دخلتها الآن الآن يبقى اذا انت في الجنة لديك عالم الاشياء ولديك عالم الانوار لانك في ارض قد اشرقت بنور ربها ولديك عالم الاخلاق لانها نزعت من القلوب كل المعاني السلبية الحقد الحسد كذا الى آخرين ولم تعد هذه الا دار تشريف لا تكليف فما فيهاش تكليف فالحسنة فصلها رسول الله ثم رأى ان ما فصله حتى يحدث لنا صورة ابتدائية للجنة لا تكفي لوصفها فقال فيها ما لا عين رأت ولا اذن سمعت ولا خطر على قلب بشر يبقى تسمع فيها ايضا من انواع نظمي وموسيقاه ما الله به عليم تفتكر ان دي عملة زي موسيقى الدنيا بمقاماتها وتدرجاتها واحوالها فتجد انها حاجة تانية مش بتتسمع بالود دي كمان العين تسمع والأذن ترى اللي هو بيقول عليها في دماء يطبست قوي من لوحة فنية ولا من مقطوعة موسيقية عاشوا فيها وعاشوا جواها وميقولوا العبارة دي يعكسوا العين تسمع والأذن ترى لا ده هي الأذن بتسمع والعين هي دي بترى قال لا ده ده قبل الايه التفاعل مع هذه الأشياء كل ده في نطاق الحسنى لكن ربنا سبحانه وتعالى قال وزيادة وزيادة تتأتى بالنظر إلى وجه الله الكريم وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة وهذا يوم يخصص في كل فترة يذهب الناس فيه لرؤية الله ويتمتعون بالنظر إليه سبحانه وتعالى يبقى إذن عيوننا مش هتبقى العيون دي ان فيها شبكية وفيه قرانية وفيه نعكاس ضوء يقع على الأشياء فيقع على القرانية بصورة مقلوبة فالمخي صححها ويقلب الكلام ده كله هنا دي كهت هيبقى عندك حاجة ربنا خلقها لك في الخلق الجديد قادر على أن تنظر إلى وجه الله فالله لا يحد وليس له حد ولا يقع عليه الضوء لا تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار ولكن الله سبحانه وتعالى منزه عن كل شبيه ومثيل ليس كمثله شيء وهو السميع العليم فهذه الرؤية سنراها بآلة أخرى غير آلة العينين هو مين قال لك أن يعنيك دول هما اللي هناك يعنيك دول فانية واللي هناك باقية ففي حاجة ربنا أعملها يوم تبدل الأرض غير الأرض والسماوات فأنت أصلا خلقة جديدة خلقت بشيء جديد ليس هو ذلك الذي خلقت به في الدنيا ولا قريب منه حد وجوه يومئذ ناضرة إلى ربها ناضرة فالنظر إلى وجه الله الكريم منصوص عليه حتى قال رسول الله صلى الله عليه وسلم هل تضامون شيئا في رؤية البدر في ليلة التمام؟ في حاجة بتغبش عليكم يعني أنكم تشوفوا البدر في ليلة التمام؟ قالوا لا قال سطرون ربكم يبقى إذا نرى ربنا من غير تغبيش ده ما فيش حاجب ما فيش حجاب الله ليس محجوبا إحنا اللي محجوبين الحجابات دي عندنا أحنا علينا أحنا إحنا اللي بنعملها من شهوتنا ورغبتنا وجهلنا وتقصيرنا ففي حجب وكل ما تخلصنا منها وكل ما رأينا الله وفي كل شيء له آية تدل على أنه واحد فالله يرى بأداء أخرى غير الأداء التي هي معنا في الدنيا ولذلك بعض الناس تراهم قالوا يا جماعة إحنا مش عجبنا حكاية إيه أن الله يرى دي لأنه ليس بجسم حتى يرى الحل بتاح إيه إنها يرى بآلات أخرى غير هذه أنت ملك بقى سعتها أنت مش بتشوف اللي هي أنت الدنيا دي فيه دا أنت ترى شيئا فإذا سألناك ماذا رأيت تقول رأيت ربي كده بس الشيء ده قل أي شيء أكبر شهادة قل الله الشيء اللي أنت شفته ده ما ينفعش تشوفه أنت في الدنيا لكن ينفع تشوفه بعد ما يعدل الله خلقك ولذلك قالوا إن سيدنا النبي في المعراج غير الله كنها جسده حتى رأاه ولقد رأاه نزلة أخرى عند سدرة منتهى عندها جنة مأوى إذ يغش السدرة ما يخش ما تعرفش ما يغش ما تعرف لها بقى بدايتها من نهاية فنوع السلام ربنا شق صدره مرة والتانية والتالتة مرة صغيرا ومرة عند الكعبة عند الوحي ومرة أخرى عند المعراج شق الصدر ده فايدته إيه تغيير كنه ما هنالك حتى ينطبع في نفسه ما يريد الله سبحانه وتعالى أن يراه أو أن يدركه في الدنيا بقى سيدنا موسى مش كده قال له أرني أنظر إليك هو عرف أنه هيتشاف في يوم الأخير فقال له طب طب أشوف طب كده أشوف الدبا قال له مش هينفع ما أنت لسه ما تغيرتش الجسم ما تغيرش ده هو هو فهو أنت على هيئتك كده مش هينفع ده أنا لو تجلت للجبل أجعله دكة وخر موسى سعقة إيه هو فيه إيه ما هو فيه حاجات أنت مش فهمها لأنك لا يتعرف ذات الله بعد الفاصل نواصل بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وآله وصحبه ومن ولاه في يوم القيامة لنا الحسنى في الجنة بالمتع المختلفة وراحة البال والأنوار وكشف الأسرار وانتهاء الزمن ولكن لنا زيادة على ذلك وهي رؤية ربنا سبحانه وتعالى لا نضام فيه شيئا كما نرى القمر في ليلة البدري ليلة التمام في الدنيا فكل هذا من الزيادة وبحث بعضهم هل الذاهبون للنظر من الرجال يعني احنا تملي عايزين نفرأ بين الرجال والنساء فألف الإمام الصيوطي وأورد ما يثبت أن الرجال والنساء على حد سواء في النظر إلى وجه الله الكريم ورد على من ذهب أو أراد أن يذهب إلى أن الرؤية الربانية خاصة بالرجال في الجنة أماكن كثيرة تكلمنا عن الرجل الذي يأتي متأخرا فيعطيه الله سبحانه وتعالى خمسين ضعف ملك الأرض لأنه قاله ومثله 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 وفي الخامسة قالوا عشرة أمثال ذلك يبقى ضرب خمسة في عشرة بخمسين بعض الناس يتعجل لكن قالوا أن كل ما ولد مولود من بني البشر خلق الله له مقعدا في الجنة ومقعدا في النار واحدين واحدين يبقى إذن النار وسيعة يوم نقول هل امتلأتي فتقول هل من مزيد ما دواس على أنه لكل اللي دخلوا الجنة مفضيين الأماكن وكذلك الجنة كل اللي دخل النار الأماكن بتاعته موجود ولذلك ففيها سعة ولكن بعد التسكين يجلس بقى الناس في هذه الساعة الواسعة يعني لو قلنا إن تلاتين في المية هيدخل الجنة وسبعين في النار مثلا يبقى التلاتين هيتمتعوا بمية السبعين اللي في النار هيتوزعوا على التلاتين كلهم ولكن نرجو وفضل الله واسع إنهم ما يبقواش تلاتين لكن احنا من مش بتاعتنا مش بأيدينا احنا ندخل الناس الجنة والنار لن دخلوا بالنار ولن دخلوا بالجنة دي بتاعت ربنا فالله عليم بما هنالك يعلم السر واخفر فهذه نظرة عامة لما تركه لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم تفصيلا لحديث جبريل الذي بدأنا به مجالسنا بعد انتقال النبي المصطفى والحبيب المجتبى صلى الله عليه وسلم تكلمنا عن سيرته يوما فيوم ثم بعد ذلك تكلمنا عن هذا الحديث العظيم الذي رواه لنا عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه انه بين نحن جالسون عند رسول الله صلى الله عليه وسلم اذ دخل علينا رجل شديد بياض الثياب شديد سواد الشعر لا يعرفه احد منا وليس عليه اثر السفر فجاء حتى جلس الى النبي المصطفى صلى الله عليه وسلم فجعل ركبتيه الى ركبتيه ويديه على فخذيه كهيئة متأدب يعني وقال يا محمد اخبرني ما الايمان قال ان تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الاخر والقدر خيره وشره قال صدقت قال فتعجبنا كيف يسأله ويصدقه قال فما الاسلام قال الاسلام ان تشهد ان لا اله الا الله وان محمد رسول الله وان تقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصوم رمضان وتحج البيت لمن استطاع اليه سبيلا قال صدقت فما الاحسان قال الاحسان ان تعبد الله كأنك تراه فان لم يكن تراه فهو يراك قال فمتى الساعة قال صلى الله عليه وآله وسلم ما المسؤول عنها بأعلم من السائل قال فما علاماتها Temper39 Marc Jana وفيه قام فانصرف وكان أقرب ما يكون لدحية الكلبي وهو واحد من الصحابة كان في خارجية رسول الله كان سفير من الصفراء وهو الذي حمل رسالة النبي إلى المقوقس في مصر هنا في الأسكندرية كان هو دحية الكلبي شكل جبريل وهو داخل شكل دحية الكلبي قال أتدرون من هذا؟ قالوا الله ورسوله أعلم قال هذا جبريل جاءكم يعلمكم أمر دينكم ومن هنا ومن هذا الحديث العظيم استرشد المسلمون فأقاموا علما يحمي مجال الإيمان وهو التوحيد درسوا فيه الإلهيات والنبوات والسمعيات فدرسوا في الإلهيات ما يجب وما يستحيل وما يجوز في حق الله تعالى ودرسوا في النبوات ما يجب وما يستحيل وما يجوز في حق الأنبياء وعلى رأسهم سيدهن النبي صلى الله عليه وسلم والسمعيات كل ما ثبت من السمع من الوحي من رسول الله وليس لنا فيه تعقل أو اختراع لأننا نسمع بناء على خبر النبي المصطفى والحبيب المجتبى صلى الله عليه وآله وسلم وفي هذا كلمنا على علامات الساعة وتكلمنا عنها بالتفصيل وعلى الساعة وهي خراب الدنيا وانتهائها وفنائها وما يبقى عند أهل السنة منها ثم في النفخة الثانية وما تكون من شأن القيامة من أحوال وأهوال وما يكون فيها من حساب ومن ميزان ومن شفاعة ومن جنة ومن نار ومن صراط ونحو ذلك هذا الحديث العظيم الذي استوفيناه بحثا يجعلنا مرة أخرى نعود إلى النبي المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم فيما تركه لنا على سبيل الإجمال وقد ترك لنا على سبيل الإجمال الأخلاق وقال إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق ومن هنا فإن لقاءنا بعد ذلك سيكون في أخلاق النبي صلى الله عليه وآله وسلم وكيف نسعى بها في الطريق إلى الله والله مقصود الكل فاللهم وفقنا إلى ما تحب وترضى وإلى لقاء آخر استوجعكم الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته اشتركوا في القناة